اشتركوا في القناة تاهل فريق داريك ليب إلى نهاي دورة درجة اللولة للكرة الطيرة وذلك بعدما أسقط الناد الأهلي حمل اللقب بثلاثة أشواط مقابل أشواط واحد وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية ضمن منافسات المربع الذابية يضرب بذلك فريق داريك ليب موعدا مع النصر في المباراة النهائية حيث يتوجب اللقب الفائز من مواجهتين من أصل ثلاث مواجهات بات فريق الحد على بعد ست نقاط من أصل 12 نقطة ممكن ليحصل على لقب دورة درجة الأولى البحريني للكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وذلك ثرى فوزي الكبير في افتتاح الجولة الرابعة عشر عن المنامة الأخير بخمسة هدف دون مقابل لاعتفع رصيده إلى 34 نقطة بينما بقي المنامة في المركز الأخير بـ 11 نقطة هذا وتتواصل مساء ليوم منافسة الجولة الرابعة عشر بإقامة ثلاث مواجهات إجمع النقاء الأول فريقي المحرق والستر عند الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة على استاد البحرين الوطنية وفي التوقيت ذاته يلعب والنادي الأهلي مع النظير فريق الملكي على استاد مدينة خليفة الرياضية فيما ستكون المواجهات الثالثة بين فريقية الرفاع الشرقي والبستين عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة على الاستاد الوطنية